صباح الخير مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في موعد نشرة أحوال التقص التي تأتيكم من قناتكم قناة الوطنية الجزائرية مشاهدين الكرام نستهيل نشرتنا الجوية لنهاري اليوم كالعادة بإحدى المناظر السياحية التي تسخر بها الجزائر من شاطئ الدومية ولاية أشلف أكيد منظر طبيعي يؤكد على جمال أماكن مختلفة في بلادنا الجزائر بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لنهاري اليوم إن شاء الله الأحد بعد ظهيرة يوم الأحد بحول الله كما نلاحظ على الشاشة تبقى دائما الأجواء الصافية الأجواء المشمسة ستتميز معظم الولايات الساحلية الداخلية ولايات الهضاب العليا وحتى على الولايات الصحراوية انتشار صحب كثيفة على الولايات الساحلية من الناحية الغربية لكن تبقى دون فعالية أمطار عادية معتبرة محليا على الولايات الجنوبية على ولاية تمنراست وحتى بأقصى الجنوب بعين قزام زوابع رملية كذلك ستكون ناشطة على ولاية جانات وحتى بأقصى الجنوب بعين قزام أين تصل سرعة الرياح إلى 50 كم في الساعة وحف الحيطة والحذن لمستعملية الطرقات لأن هذه الزوابع رملية أكيد تؤدي إلى تطاير الرمال وضاف الرؤية الأفقية عن درجات الحرارة المرتقبة بعد الظاهرة إن شاء الله بعد ظاهرة يوم الأحد بحول الله إذن كما نلاحظ على الشاشة تبقى دائما موجة الحر تسيطر على الولايات الجنوبية وحتى على بعض الولايات الداخلية من الناحية الغربية بينما تبقى فصلي على الولايات السحلية للوطن أين سجل مقياس 32 درجة على الجزاء العاصمة بومرداستيبازا وحتى بنسبة لولايات البليدة تنخفض بمقياس درجة واحدة على ولاية وهران أقول مع سكر وحتى على ولاية غليزان نفس المقياس كذلك على ولاية عنابا سكيكدا الطرف وحتى على ولاية جيجل 36 درجة مئوية نسجله على ولاية البويرة تيزيوزو المسيلة وحتى بنسبة لولايات المدية نفس المقياس كذلك على ولاية لمسان سيديبل عباس عين تيموشنت 41 درجة على ولاية شلف عين دفلة تيسمسيلت تيارة 32 درجة مئوية كذلك على ولاية طيف باتنا خنشلة 40 درجة مئوية على ولاية بشارة بن عباس 40 درجة بوسط الصحراء عين صالح وفي الأخير 48 درجة تحت الظل كأعلى مقياس نسجلها على ولاية أدرار وتندوف بالنسبة للملاحة والصيد البحر نهار اليوم إن شاء الله الأحد بعد ظهيرة يوم الأحد بحول الله إذن حالة البحر سيكون مضطرب على كافة السواحل مضطرب خاصة على السواحل الشرقية وحتى على السواحل الوسطى تتعدى سرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة مع اتجاهات الرياح ستكون مختلفة إن شاء الله وذلك على طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالمعلومات الفلكية التي تخص الجزائر العاصمة وضوحيها إذن عن قروب الشمس سيكون في حدود الساعة سابعة مساء و51 دقيقة بحول الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهاري اليوم أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ولمزيد من المعلومات زروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي بداية أسبوع موافقة وفي أمان الله